نانسي بعد عرض اللقاء بعدت رسالة لأصالة نصري شو بعدت لأصالة؟ بعد اللقاء بسبب أنه في وسائل إعلام استعملت الموضوع كمانشت بطريقة أنه نانسي زعبلاوي تهاجم أنا أبدا معنو هيك الموضوع وما حبيت أنه ينكتب بهذه الطريقة بس ما في يعني شي ما فيك يعني هذا موجود منه كتير يعني لهيك بعدت الله طبعا أبدا مولا استجدي لا عطف ولا يعني ولا أي شيء لا التوضيح فقط أنا بعضت شو كتبتي؟ لو سمحتي ما تقري يلي عمين كتب حضري اللقاء وعرفي مزبوط أنا شو حكيت تمام كرمى للعلاقة الطيبة شو جاوبت أصلا؟ ما جاوبتني ما جاوبت؟ لا أبدا تفاجأت بعد كم يوم طلعت بإنتربيو حكيت بطريقة ما كتير حلوة ما كتير لائقة لنجمة كبيرة مثلا قالت أنه أنا كتير بحكي عليها وبحكي حكي وحكي وأنا ما في مرة رابعة إلا وين ما بكون ما بتنجاب سيرتها إلا بكل خير أنا من وقت كنت صغيرة هذا الصوت بيعنيلي كتير وهي كتير بتعنيني وبعدها لها هلأ بتعنيلي هي وقت قالت الفناني أصلا نصري أنا لستو مافيا لأنه اعتبرت من خلال تصريحك ناسي أنه أنت لعملت التهمية أنه عملت مؤامرة أو يعني حاربتك كلها سنين لحتى أنت تنمحي بمصر مش حقا تفكر هيك؟ لما بحكي الحدث وبقول أنه أنا ما شلته من أرضه هو مجرد حدث صار واحد اثنين لما برجع ببعث ميسج وبرجع بوضح وبقلها بالقلم نشرح ما تقري منشطات لو سمحتي لو سمحتي أنت بتعرفي محبتك عندي وبتعرفي غلاؤتك عندي وبيرجع بصير هي شو؟ نو كومنت يعني يعني البعض بيعتبر أنه استغليت اسم أصالة صلت الضوء على حالك هلا ما بدي دافع عن نفسي أنا يعني ولا بدي أقعد برر بس أنا بدي يكي دافع عن نفسك أنا اللي ما بدي يا بدي يكي تشرحي أكتر حالك أنا باختصار أنا اللي قلتلك هو حدث حكيته صار معي صار من بعضه ضجة حبيت توضح لصحة العلاقة لأنه أنا شخص بعمري ما بأزي حدا وما بحكي على حدا بالسيء وخصوصا إذا أنا فنيا بحترمو هالقد طب ناسي بصراحة هيك يعني بدنا نتكاشف بينك وبين حالك حسيت أو اعتبرت أنه أصالة نصري عن جد حربتك كتير أسباب رابعة كتير كتير في أسباب أنا ليه بطلت فكر لأنه هو ما نه سبب وحيد معنى طاعة مقتنعة أنه حربتك لا 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 ما نه سبب ما نه سبب وحيد يعني أنا إذا بدي فكر أنا بوقتها كنت حدا كتير ضايع طب جاوبيني نعم أم لا أكيد لا 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 ما أظن ما أظن وقتها بهالعشر سنين وصلك اتصال من حدا قريب من أصالة بيحمل التلفون بوقتها عم بتقولي علي إثنى كنت كتير منيحة قالوا أصالة أنا وصلني أنه أنت هيك 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 شو جوابك صح ولا غلط هذا لو كنت أخذته بعين الاعتبار أنا سكرت التليفون وقلت لا